عمل صور متحركة بشكل مجاني بالموبايل بتلاقي ان في قنوات كثيرة بتنشر على المنتدى صور متحركة زي ما انتم شايفين كده حاجة شكلها جميل جدا وبتزود التفاعل على منتدى قناتك فده اللي احنا هنتعلمه النهاردة ان شاء الله في هذا الفيديو عمل صور متحركة مجانا بالموبايل لكي تنشرها على منتدى قناتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويا رب تكونوا بخير وسعادة دايما اهلا بكل متابعي القناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب اللي هو عايزين نعمل صور متحركة بحيث ان احنا ننشرها على المنتدى يعني انت لما تدخل مثلا عندي كده على المنتدى القناة بتلاقييني طبعا ناشر هنا فيديوهات وتنزل لتحت كده تلاقي فيه هنا صور متحركة بهذا الشكل يعني الصورة بتظهر متحركة تحط مثلا انت رابط كده لفيديو او رابط لحاجة معينة وتبدأ ان انت تحط الصورة المتحركة بهذا الشكل بيكون شكلها كويس جدا بتزود التفاعل على منتدى القناة بتبين ان قناتك يعني شكلها احترافي فيه تطبيقات كثيرة تقدر تعمل بيها هذا الامر ولكن انا فيه برنامج كده صغير انا جربته وعملت عليه الصورة المتحركة دي اللي هي بامتداد جي اي اف فهنعمل الكلام ده بالموبايل بشكل مجاني ركزوا معا هتبدأ ان انت تفتح موبايلك وهتبدأ ان انت تفتح المتجر وتكتب هنا في البحث هنا اللي هو جي اي اف في ميكر وتبدأ ان انت تثبت التطبيق اللي امامك ده يعني ايه شوف اللوجو كده وشوف الاسم وتبدأ ان انت تثبته هنضغط على تثبيت ننتظر الى ان ينتهي من تثبيت البرنامج على الموبايل بعد كده بنضغط على فتح بعد كده طبعا يريد السماح للصور والفيديوهات بنضغط على سماح بيظهر قدامنا الوجه بالشكل ده كده نضغط هنا على نيكست ديت عشان نخفي الرسالة ديت نيكست تاني نيكست 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 بهذا الشكل يعني بيبقى لك الحاجات اللي في التطبيق نيكست 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 ضن بيظهر امامنا بهذا الشكل طبعا برنامج خفيف جدا وكويس جدا وسهل جدا تقدر تستخدمه بشكل مجاني لان فيه تطبيقات كثيرة من موضوع اللي هو جي اي اف ميكر ديت بتكون مدفوعة ولكن ده بشكل مجاني تقدر ان انت تعمل صور مفيش اي مشكلة تجد عندك هنا في البرنامج اللي هو عمل امج تو جي اي اف يعني انت تبدأ ان انت يبقى عندك صور تبدأ ان انت تصنع منهم صورة بامتداد جي اي اف يعني صورة متحركة وعندك كمان هنا تقدر ان انت تعمل صورة متحركة من فيديو فيديو تو جي اي اف يعني انت عندك فيديو مثلا بتاخد منه حتة او جزء صغير تبدأ ان انت تعمل به صورة متحركة وعندك خيارات تانية كمان تقدر ان انت تتجربها ده تركيزنا النهاردة امج تو جي اي اف وفيديو تو جي اي اف الموضوع بسيط جدا جدا يعني خلينا نجرب اول خيار اللي هو image to if عندنا شوية صور نبدأ ان احنا نحاوله من صورة متحركة نضغط عليه كده بيظهر لك طبعا كل الصور الموجودة عندك على الموبايل فانا مثلا هابدأ ان اختار الصورة دي كده اللي هي صورة لوجو اليوتيوب بيقولك لازم ان انت على الاقل يكون فيه سورتين فلازم اختار صورة كمان تمام هابدأ ان اختار صورة تانية كمان مثلا بهذا الشكل واضغط على صح او اختار صورة تلتة كمان يعني اختار كده مجموعة صور تمام كده حلو ممكن مثلا يعني على الاقل اتنين على الاقل صورتين تمام وابدأ ان انا اضغط على صح دخلهم على البرنامج بهذا الشكل بنبدأ ان احنا نعمل تشغيل كده مثلا نجرب الصورة هتكون بهذا الشكل يعني الصورة المتحركة هتظهر عندك بهذا الشكل بعد انت ما تخرجها من البرنامج لو انت عايز ان انت تضيف صور تانية او شيء بتضغط على manage ديت اللي هو الخيار اللي هو manage وتبدأ ان انت تختار هنا صور وتبدأ ان انت تختار صور من عندك من على الموبايل بتبدأ ان انت تحرك هنا تحت كده في الشريط اللي تحت ده اللي هو فيه الادوات وكل شيء بتضغط على اللي هو الاسبكت ريشيو ديت عشان تحدد بيها انت عايز الصورة تكون كم في كم علشان نعملها تكون متزبطة على منتدى قناتك على اليوتيوب نضغط هنا على الاسبكت ريشيو ونختارها اللي هي طالما ان احنا عايزينها صورة مربعة للمنتدى المنتدى يا جماعة بيبقى عايز صورة مربعة فانا نختار اللي هي واحد الى واحد بالشكل ده كده واحد الى واحد طبعا عندك هنا حاجات كتيرة جدا تحت تقدر ان انت تغير فيها وتعدل فيها عندك مثلا هنا اللي هو السرعة تقدر انت تزود وتبطأ السرعة يعني ممكن مثلا هنا تخلي كده ماشي وتجرب يعني تسحب ده كده مثلا وتجرب هتلاقي السرعة شوف بطيئة ولا سريعة ممكن مثلا تخليها كده طبعا اصبحت بطيئة جدا اسحب الناحية التانية بهذا الشكل واجرب شوف بقت سريعة جدا يعني انت بقى ايه واسطانها كده بحيث انها تظهر قدام المشاهد تكون شكلها كويسة اهيت كده مثلا او بطق كمان شوية كده بتظهر بشكل كويس يبقى ده السبيد وعندك هنا تحت فيه مؤثرات لو انت ضغطت عليها بيبدأ ان هو يغير لك في شكل الصورة وعندك هنا اشكال اللي هي ديت لو ضغطت عليها كده تقدر تعمل اشكال بهذا الشكل يعني ايه بيعمل لك اشكال وحركات وقلوب وهنا كل حاجة موجودة الحاجات اللي هي مفتوحة دي كلها متاحة لك ده لو انت عايز ان انت تغير فيه الشكل عندك هنا في حاجة اسمها فريم تقدر تختار فريم كده اختار فريم مثلا زي كده يبدأ ان هو يظهر على الصورة بهذا الشكل شايفين يا جماعة حاجة جميلة جدا جدا الصورة تتحرك وده فريم كده موجودة عليها في اكثر من فريم هنا تقدر تختار اللي انت عايزه بشكل مجاني احنا مش عايزين نختار فريم دلوقتي في عندك هنا برضو وعندك حاجات كتيرة تحت تقدر انت تستخدمها وعندك تعمل اطار وعندك اكثر من شيء خلاص كده احنا بنعمل حاجة ببسطة بحيث ان احنا نوضح لكم فقط كيفية عمل صور متحركة بامتداد جي اي اف اهم حاجة ما تنساش ان انت تخلي الاسبكت ريشيولية اللي هي واحد الى واحد علشان ايه تكون مربعة وتكون ظهرة بشكل كويس كاملة ما باش ان في حاجة خارجة برا الاطار اللي بيتم العرض فيه ونضغط بعد كده على علامة صح بعد كده بيظهر هنا رسالة بيقولك ان انت ممكن يظهر قدامك اعلان تشاهده بحيث ان انت يعني تعليل انا عايز كواليتي عادية اختار نوع بيبدأ ان هو يظهر امامك بهذا الشكل عندك هنا اللي هو بيقولك الامتداد اللي يتم تخريج به الصورة اللي هو جي اي اف وعندك هنا الريزيليوشن تقدر انت تغير فيه كده تسحب وتغير وعندك هنا الكواليتي تقدر تخليها تغيرها برضو انا نخليها على ثمانين وهنا بيقولك ربيت يعني ربيت يعني يعني اللي هو الصورة تظهر ورا الصورة كده يعني اللي هي تكرار يعيد نفسه على طول يعني اي حد كده تظهر قدامه الصورة على المنتدى مثلا يبدأ ان تيجي الاولى التانية التالتة ويرجع من الاول تاني على طول فبتخليها على الخير اللي هو قال ده اللي هو الانفينيتي اللي هو ما لا نهاية يعني على طول بتغير نفسها بتعيد نفسها وتضغط على اوكي بيبدأ ان هو يعمل لك بروسسينج ويبدأ ان هو يخرج لك الصورة كده خلاص الصورة خرجت معنا في يعني يمكن ثانيتين بعد كده بتدخل على المنتدى بتاع قناتك وتبدأ ان انت تنشر الصورة اللي انت لسه عاملها دلوقتي ونذهب للمنتدى منتدى القناة وخليكم معنا عشان نوضح لكم دلوقتي ازي ان انت بقى تاخد مقطع من فيديو وتعملو كصورة متحركة نضغط على المنتدى ونبدأ ان احنا نيجي هنا كأننا هنعمل منشورة عادي نضغط هنا كده ونبدأ ان احنا نختار الصورة اللي احنا لسه عاملنا حالا اللي هي تظهر قدامك هنا كده تبدأ تختارها بعد كده بتضغط على انشاء مشارقة بالشكل ده كده شايفين الصورة بتظهرها عاملة ازاي؟ حاجة جميلة جدا جدا يعني يعني تقدر ان انت مثلا تعمل صورة كده اللي هو انتظرونا بث مبشر الليلة يعني توجه الناس او تنوه عن انت تعمل بث مبشر مثلا يعني تبدأ ان انت تكتب كده بث مبشر الليلة وتبدأ ان انت تعمل لها صورة كده تحط لوجو اليوتيوب وتعمل بث مبشر الليلة انتظرونا يعني تكتب منشور بشكل كويس بهذا الشكل ممكن مثلا تنوه عن فيديو معين من خلال صورة متحركة وتحط الرابط فوق زي ما انا عامل كده هنا مثلا ما تنزله تحت كده بتلاقي عندك هنا هو مثلا هام وعاجل بالشكل ده كده بنوه او يعني عايز اقول للناس ان في فيديو مهم ابدأ ان انتوا تدخلوا عليه تمام فبتبدأ ان انت تعمل صورة متحركة بهذا الشكل يعني صورة المصغرة بتاعت الفيديو وجبت لوجو اليوتيوب والكلام ده وبدأت ان انا اعملهم كصورة متحركة والرابط بتاع الفيديو موجود فوق تمام كده فده يخلي الناس يجذب الناس اكتر ويزود النقر على الرابط اللي قدامنا ده النقر اللي هو الكليك الناس تبدأ تضغط عليه لان المنشور شدهم فديت حاجة تزود التفاعل على فيديوهاتك وعلى منتدى قناتك انت بقى تبدأ ان انت ابدع في هذا الامر يعني مثلا عايز تنوه عن فيديو قادم عايز تنوه عن اي شيء وتقدر تعمل كمان صور على اي برنامج تاني تكتب عليها واشياء زي كده وعندنا طبعا شرح لي برامج شرحنا ازاي ان انت تعدل على صور واشياء زي كده اهم الفيديوهات بكون موجودة في وصف هذا الفيديو في التعليق المثبت بتبدأ ان انت كأنك بتعمل صورة مصغرة بس يخليها مربعة تمام كده بتبدأ ان انت تعمل الصورة وتكتب عليها اللي انت عايزه يعني مثلا بتنوه عن اكلة معينة عن اي حاجة وتبدأ ان انت بعد ما تجهز الصور ديت خلاص جهزة معاك بتبدأ تدخل على برنامج اللي هو GIFMaker وتبدأ ان انت تعمل الصور المتحركة لو انت بعد ما خرقت الصورة من برنامج اللي هو GIFMaker فبعد كده وصلت ان انت تنشر على منطدى قناتك فرافض ان هو ينشر لان حجم الصورة كبير فبتبدأ ان انت ترجع مرة اخرى للبرنامج اللي هو GIFMaker وتقدر ان انت تقلل الكواليتي يعني تخلي الكواليتي يقل شوية تبدأ ان انت تزود الصورة تبدأ ان انت يعني تغير فيه اعدادات اللي هي الصورة المتحركة يبدأ ان يقل معاك حجم الصورة خلينا نرجح تاني للبرنامج ونعرف ازاي نعمل صورة بقى متحركة من فيديو بعد كده ننتقل بقى اللي هو وده كويس جدا جدا الصراحة يعني انت مثلا او انت عملت فيديو عن اكلة معينة تمام فبعد ما خلصت الاكلة خالص بتوضح الاكلة الطبخ وكده والكلام ده والخطوات كلها وفي الاخر وصلت للمنتج النهاء اللي هو الاكلة نفسها بتبدأ ان انت تاخد الحتة الاخيرة من الفيديو ديت وتبدأ ان انت تعمل بها اللي هو صورة متحركة وتنشرها على المنتجة مثلا وتحط عليها اللي هو رابط الفيديو كاملا اللي انت نشرته على قناتك فبتبين للناس صورة المنتج النهائي يعني انت هتحصل من هذا الفيديو على اكلة بهذا الشكل تمام كده انت ابضع بقى ويعمل اللي انت عايزه هنضغط هنا على فيديو 2GIF وهنبدأ ان احنا نضغط على الفيديو اخذ الفيديو ودخله على البرنامج بهذا الشكل لنقدر ان احنا طبعا نغير فيه الطول والبداية فين والنهاية فين بهذا الشكل تمام من تحت لو احنا شغلنا كده يبدأ الحتة اللي انت تدخلها من الفيديو واللي انت تعمل بها صورة متحركة هنضغط هنا على صح بيبدأ ان هو يعمل لك بروسسنج او معالجة بعد كده بيظهر لك هنا نفس الخصائص او الاشياء اللي انت المؤثرات اللي انت بتضيفها على الصورة من تحت زي اللي احنا شرحناها بالضبط طبعا انت عندك هنا اللي سبيت لو انت عايز يزود وتقلل وعندك هنا طبعا اللي هو حاجة مهمة جدا طبعا اللي هي الاسبكت ريشيو نخليه برضو مربع تمام يا سلام لو انت من الاول اصلا عامل يعني مزبطة على المونتاج على برنامج المونتاج بتاع الفيديو اصلا مزبطها كمربع علشان خاطر يكون مال الشاشة فانت زبطها الفيديو اللي انت تدخله وياريت يعني لو تقدر يكون مربع وبعد كده تاخد الحتة تاعت الفيديو وتدخلها هنا وعندك كل المؤثيرات بات اللي احنا اتكلمنا عنها موجودة هنا هي تقدر ان انت تتعامل معها يعني هو هنا بيحول لك الفيديو كصورة متحركة تمام فيعني حتة كده من الفيديو الحلو اللي انت عملته وتكتب عليها كده وكلام كده جذاب يعني نجهز كده الفيديو قبل ما تدخله هنا على برنامج اللي هو ونبدأ ان احنا نضغط على صح عندك كده نفس الكلام يبدأ ان انت تغير هنا في يغير فيهم علشان خاطر تطلع الصورة يعني تكون معقولة بشكل مجاني تمام وفي نفس الوقت ان المنتدى يقبلها ما باش انها كبيرة وتضغط على اوكي بيبدأ ان هو يخرج لك الصورة المتحركة وبكده خلاص تم تخريج الصورة هنبدأ ندخل على المنتدى طبعا ده اعلان بيظهر يعمل له تخطي بباش اي مشكلة احنا ندخلين بشكل مجاني هندخل على المنتدى ونضغط هنا على اللي هو مشاركة وهنبدأ نختار الصورة اللي احنا لسه عمنا ننهاليها الصورة المتحركة اللي احنا عملناها من الفيديو نضغط عليها كده بيقولك يتجوز حجم ملف الصورة الحد المسموح به يرجى اختيار صورة لا تزيد حجمها عن 16 ميجا فالصورة اللي احنا عملناها المتحركة من الفيديو يعني حجمها كبير فلازم ان احنا نقلل الحجم بتاعها نقوله حسنا ونرجع عليه البرنامج بتلاقي ظهر عندك هنا تحت كده اللي هو الكومبريس كومبريس ديت اللي هو تضغط بها حجم الصورة المتحركة اللي انت هتحطها على المنتدى لان الماكسيمم او اقصى حاجة 16 ميجا كان من الاول تقدر تغير في الاعدادات ولكن احنا خرجنا بشكل كده عشوائي وبعد كده ظهر تحت هوة اللي هو الكومبريس نضغط عليها هنبدأ ان احنا نقلل كده في الريزيليوشن تمام ويتجرب وهنا برضو الكواليتي نبدأ ان احنا نقللها بهذا الشكل هنقلل الكواليتي خالص طبعا عشان احنا عاملين حتة كبيرة من الفيديو انت هتقدر ان تاخد حتة صغيرة مش محتاج حتة كبيرة ولا حاجة تمام بنضغط على اوكي بيبدأ يظهر اعلان وبش اي مشكلة بتعمل تخطي او تضغط على اكس هتلاقي انه ظهر كده تحت الصورة اللي هو بيقولك ان الفايل سايز 3 ميجا فيعني انت مش محتاج ده كله انت مش محتاج تقلل الكواليتي بهذا الشكل لان انت المنتدى بيقبل لغة 16 ميجا فاو انت بتضغط هنا على اللي هو تقليل حجم الفيديو الكمبرس ديت فتبدأ ان انت يعني ايه متقللش الكواليتي قوي متقللش الجودة قوي تمام خلاص كده ظهرت معايا احنا عملنا بشكل عشوائي طبعا قللت الجودة علشان تقلل حجم الصورة ندخل بقى على المنتدى نبدأ ان احنا نختار الصورة اللي احنا لسه عاملينها وبيبدأ ان هو يحملها على المنتدى بعد ما خلاص الصورة اصبحت جهزة على المنتدى نضغط على انشاء مشاركة نلاقي ان الصورة اصبحت متحركة زي ما انتم شايفين كده يعني عمالي صورة متحركة طبعا الصورة دي بقت الحتة بتاعت الاكلة الاخيرة الحتة بتاعت يعني احسن حتة في الفيديو عندك تبدأ ليت تحطها هنا كصورة متحركة ويكون فيها عليها كلام كده كمان يعني يعمل كده صورة بشكل احترافي لو انت نزلت التحت هنا او نزلت التحت هنا اتلاقي عندك هنا الصورة التانية اللي احنا لسه عاملناها وطبعا لو انت عايز تحط رابط لفيديو تحط هنا فوق الصورة كده احنا عرفناكم في هذا الفيديو كيفية عمل صورة متحركة بامتداد جي اي اف من خلال صور او من خلال فيديو اخذت منه يعني جزء وعملت به صورة متحركة تحياتي لكم اتمنى لكم متفيق والسعادة هم الفيديوهات التي تفيدك كمانشئ محتوى موجودة في وصف هذا الفيديو في التعليق المثبت تحت الفيديو ولو انت عندك اي سؤال طالب اي برنامج نشرحه اكتب لنا في تعليقات هذا الفيديو واكتب لنا رأيك في تعليقات هذا الفيديو حول الموضوع اللي احنا شرحناه انشاء صور متحركة لنشرها على منتدى قناتك على اليوتيوب في امان الله مع السلام